وانت في العراق لابد لك ان تشعر بارتعاشة حينا وريبة احيانا حين تبحث في الشبكة العنكبوتية عن مرادك او تبث رأيك حرا نزيها في قضية سياسية او ربما اجتماعية او دينية وليس غريبا ان تهدد بالخطف والقتل كما كتب مرارا مطلوب دم وللعراق نصيب من المفاجآت تل والاخرى ليست في معيار تحقيق الامنيات انما مفاجآت في الخيبات ذلك مؤشر فريدوم هاوس الامريكي غير الحكومي يؤكد في العام الحالي ان ترتب العراق جاء في المرتبة الثانية والاربعين لمؤشر حريات استخدام الانترنت ذات المنظمة صنفت العراق العام الماضي في المرتبة التاسعة والعشرين عالميا والثامنة عربيا وعلى انها دولة غير حرة في العراق ومع تغيرات حدثت منذ عام 2003 على حياة الانسان العراقي الا ان موقع العراق جاء متاخرا كثيرا عن دول وبلدان توصف بالمتخلفة والفقيرة قياسا بالعراق اذ احتل البلد المركز 157 في الحرية الشخصية لعام 2021 في حين ان الكثير من دول امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا جاءت متقدمة على العراق وهذا ما يدل على ان البلد يعاني تراجعا في مستويات الحرية الانسانية ولا ينسى في الملف ذاته ان العراق احتل المركز الخامس عالميا في مؤشر الافلات من العقاب وقتل نحو خمسمائة سحفي بالعراق خلال عقدين ماضيين فضلا عن مئة المحتجين والنشطاء وقادة الرأي كل هذا يسجل على ورقة طويلة جدا عنوانها البحث عن انقاذ الحرية السياسية والانسانية على طاولة الحكومة الجديدة فضلا عن قادة النظام الذين يقولون انهم يحكمون في نظام ديمقراطي